السوشيال ميديا خليتنا نشوف في كل ديئة كم كبير جدا من الأخبار ومع كل الريفراش بنعملها بنلاقي عدد لا نهائي من الأحداث والأخبار والمعلومات ولكن مع الأسف مش كل الأخبار بيكون صحيحة وكمان مش كل صنوع المحتوى بيكون عندهم أمانة وقدرة حتى على نقل الخبر بشكل صحيح ولأننا في عصر اتسم بسرعة كبيرة جدا بأغلبنا عايز يعرف المعلومة بشكل مبسط وسريع في نفس الوقت وده اللي خلى كتير من صنوع المحتوى يقدموا المعلومات والأخبار في فيديو مدتها ديئة وبتكون معتمدة على مصادر طبعا موثوقة مش بس كده ده كمان عشان يوصلوا المعلومات الصحيحة للناس ويصححوا كمان الإشعاعات الكثير اللي بتنتشر بالضبط زي دفنا اللي بنوارنا النهاردة واللي قرر أنه يعمل فيديو قصيرة معتمدة على مصادر موثوقة منها جدا وهو عمر الحكيم صاحب بيج الكلام على إيه إزايك يا عمر؟ إزايك إلى أخبار؟ عمل إيه؟ الحمد لله